أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي كذلك الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي قد تهدد أمن مصر القومي جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع مع عدد من مقاتل الجيش الثالث الميداني حيث أشهد بما يبدلونه من جهد بكل تفاني وإخلاص من أجل رفعات شأن مصر التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني وذلك استكمالا للقاءات الدورية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثالث الميداني أشار من خلالها لمشاركة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني في تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة فضلا على الاستمرار في القضاء على الإرهاب بوسط وجنوب سيناء مؤكدا جاهزية واستعداد مقاتل الجيش الثالث الميداني لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار ثم نقل للحضور تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيدا بما يبذله من جهد بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة شأن مصر وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي قد تهدد أمن مصر القومي مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تكثف من جهودها في اتجاه تنمية وتعمير سيناء معربا عن اعتزازه بقبائل وعواقل سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب مصالح الوطن العليا وعضار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع رجال الجيش الثالث الميدني واستمع لأرائهم واستفسارتهم في العديد من الموضوعات عن الموقف المحلي والإقليمي والدولي وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على تنفيذ أي مهام قد توكل إليهم حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة